بنتك بالدقيق على التليفون خير إن شاء الله أهلين بابا شو؟ أخوكي مروى محبوس بالحمام عبيبكي؟ طيب شن حباس؟ أميك وينة؟ طيب بابا لا تبكي لا تخافي خلص أنا جاي فورا ولي همك بابا مع السلامة معلما أنا مضطر وصل على البيت من الساعة الزمان ابني مروى محبوس بالحمام خير إن شاء الله ليش مين ها أمه؟ ماري عرفوش بك شو هالمرة اللي عندك يا خاري؟ مو من جماعتين كان ابنك رح يروح إصبعته بماكينة اللحمة؟ مو مظبوط؟ مظبوط معلما مظبوط اي روح الله عينك ويحمل معاك خد تكسي ها حتى تصل مسرعة هات عنك هات بابا لا تخاف مروان لا تخاف هلا بيجي بابا 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 مروان عصيان بالحمام لا تخاف بابا لا تخاف بابا بابا مروان أنا أجيه لا تخاف بابا بابا طيس علي من المعون رح طالعك حبيبي رح طالعك حبيبي فوق إيد الباب في قفل حركوا على اليمين أو عشمال لحتى تسمع الطاقة بس تسمع الطاقة بيفتح لحاله بابا ألي لا أحوله ولا قوة إلا بالله لك مي سكر عليه الباب بابا ما أحد أسكر عليه هو فات وسكر على حاله بابا بابا حركوا كتير وحاول تفتحوا بابا أليس بابا أليس كتير طالعك منهم بابا حبيبي بابا بعد لآخر الحمام أنا رح أخلع الباب فهمت؟ فلنكساشي بابا يلا حبيبي يلا بابا أليس كتير قوة إلا بالغمام ما فلا بابا؟ ما فلا بابا؟ اي؟ هل تحب المين إنت معا؟ اي يلا شربكك كلها بس عبérة أزت ماما الحمد لله على السلام يا خانوم الله يسلمك شو وين كنت مغير شر نزلت على السوق لبدل كنزلت نسري وترك صغار لحالهم بالبيت شو رح يسر لن يعني بعدين ما طولت كل اللي غبتا ساعة زمان تعرف يا خانوم بها الساعة زمان شو صار لا والله شو صار شو صار ابنك يا خانوم كان عصيان بالحمام ولو ما اجيت وطلعت ومدري شو كان صار له يا معدتي حمام شو رحيك سكرت على حالك ليكوا على السؤال يعني هلأ الولاد صغير بقدر يتحكم بالتصرفاته شو رأيك تحطي له عقل متل عقلك وليش هيك عم تحكي معي بقى ما بعرف والله اسألي حالك من جمعتين تركتي ما كانت الكبة دايرة ومدري وين رحتي ابنك كان رح يروح ايده لولا بنتك ما شافته واللي قبله الجيران دقوا عليك الباب وقالوا لك ابنك على الأسطوح وكان رح يوقع واللي قبله انسيت المكواية الشاعلة ورح تطقي حنق مع الجيران وكنت رح تساوي حريقة بالبيت واللي قبله انسيت الحمام شاعل ولتهتي مع جارتنا انفتحي بقراية الفنجان ولولا لطف الله كان يفجر الأزان ولق انت شو وسطي شو وسطك الليلي لق ليش كل هلأ قدم سيبة يعني اذا ما فيك يا عقل الليلي لق الليلي حتى اعرف اتصرف لق أنا ما فيني عقل ولق أنا فرع علي على أهلك كله رفهمت لق ضب لسانك بحاليك ونلع من خلقتي لق لعما شو انك شو قرأ يعني فوق مانك ما أصرا صوتك عالي لق عرف حالك ما مي عم تحكي وعيب عليك وحشتك عياك بقى لق اسكتل فوتن طبي بيقوطي يلا ولك انا مالي فايزة على قوطي ما حزفت بنوض انا تاريت لك البيت كله ماشي تربست مايرت يلا 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 ماما امشي عادي هيك منوشي مرحبا امي شو بدك ليه جاي بقى قل ليش انت رحفانا عمي الله وقيلك انا لك شو انت يا بخش القليل عمي بترجعك .. بترجعك تسمعني يا عمي ؟ بنشى الله lifeline عمي بتمون بس يعني انت من خلال تجاربك الطويلة بتعرف ان الواحد احيانا ممكن يطلع خلقه وبصاعد غضب ما بيعرف شو بيتصرفه وشو بيحكي ولها الشي بطارع الزبالي والقرف من ثمه عمي انا بعترف اني غلطت وما كان لازم يطلع مني لحكي بس هذا اللي صار يلعن الشيطان وغضبه ولك حاجة بقى تتفلسف عليه بقى شو شايفني اقدامك ولد صغير حتى ترحص عقلي بكلمتين ازراف فهمني هلأ شو بدك وبلا تمسيع الجوخ ولح وسط رجلين عمي انا بدي مرتى فوزية ترجع عالبيت هيك لك اه يا سيدي فوزية ما رح ترجع معك عالبيت شو قولك بقى بس انا يا عمي لك يلا من هون ولا يلا من هون ورشيني عرضك تافك قبل ما يطفع خلقي عليك وامسع فيك الارض بس يا عمي فوزية مرتى فشرت شو يعني فشرت يعني كانت مرتك شو عبتكي شو اصدق عمي يعني بدي منك اطلقها يا مونوص اعوذ بالله شو طلقها دخيلك يا عمي اطلع من هون احسن لك قبل ما ابتلي فيك ها طيب خلينا شوفها بس لك انت ما بتفهم اتيسر من هون لك اتيسر خلصني يا عمي لا عمي لا عمي شو جيد اطلع برا خلصني روح من هون روح اتيسر حينها السمانة خاة روح يا عمي روح يا عمي يا عمي مياذا بولياس، ما عندها غير غنية انت Weавه هون من جيدها على راسي خلينا فحصك ابد الوهاب لحتى ها يتحدش ما بتأكدو Jelaherndi ها 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 طب مني خالد؟ مرتك لست مرجعت على البيت؟ لا يا معلوم مرجعت يا طيب ليش لا لا ميبس رأسك؟ ما تروع على بيت حماك وترجعها؟ ميبس رأسي؟ صد رايح ثلاث مرات وآخر مرات ما فتح ولي الباب بنوب اف لها الدرجة؟ مثل ما عبالاخ يا معلومي عمي يعنيدي كثير ميبس رأسه ولسانه مثل مبراد الله وكيلك هراني من كتر المسبات والبهدلة ايه؟ وآخرتها؟ الزلمي عبي يمشي بمعاملة الطلاق يا لطيف لهالدرجة؟ لخالد انت شو عامل؟ فعلمي علمك يا أبو رامي الله وكيلك ما نعملشي يعني سعيد خانات انه المرو اختلفنا شوي بس الشغلات بتصير بكل بيت لا حوله ولا قوته إلا بالله وهلأ شو ناوي تعمل؟ ما بعرف مقصة من بلاها الزلمي ربطت من إيدي ورجلي اسمح وينك خالد؟ تاني مره اذا بدك تروع على بيت حماك لا تروح لحالك شلون يعني؟ يعني يخذ لك شي واحد يعرف يحاكي ويقنعوه مثل مين معلمي؟ يا سيدي أحسن شي نبعت له مدير المدرسة هذا متعلم ومثقف وبيعرف يحكي يعني دبلوماسي من الطراز الأول استاذ كنعان؟ طيب شلون بدي شوفه؟ ولا يهمك اليوم المساجة يحلق عندي وأنا بحاكي اتطمن حاط رجليك وإيديك بمي باردة كتر خيرك معلمي فالحياة الزوجية يا سيد أبو عجاج بتعتمد على ركنين أساسيين وهما الثقة والتفاهم ولا شك أن اختلاف طباع الزوجين العوامل الوراثية وطرق التربية بتعرض أحياناً الزوجين لعدم الإنسجام فتطفوا على السطح لهذا السبب بعض المشاكل بس المهم هو أنه نستوعب هاي المشاكل ونحصرها وهي وصغيرة حتى ما تكبر فهمان علي عمي أبو عجاج؟ ليشو شايفني قدامك؟ صور ماي حتى ما أفهموا لك ريكز بالي؟ يا الله، ليش يكو أبا صاير عميحكي؟ ليش من ألقى كان الزان وطري؟ ويبدو لي يا سيد أبو عجاج أنه الشي اللي ذكرته آنفاً هو اللي حصل بين كريمتكن السيدة فوزية والسيد خالد صوركن العزيز يلي كلفني من ألمه ووجعه بمهمة إصلاح ذات البين يصلحوا واحدة تسهل أمره هو المشكلة يا سيد أبو عجاج من الأساس هينة ويسيرة وما بيجوز تعيق حياة زوجين بيحبوا بعض وبالتالي لازم نرقف بهالملاكين الصغيرين البريئين مروان ونصرين وبهالمناسبة أنا جايب لك معي كتابي علم النفس عنوانه المشكلات السلوكية عند الأطفال اسمع شو بيقول؟ إن الخلافات بين الأبوين تترك آثاراً في منطقة اللاشعور عند الأطفال وتظهر هذه الآثار على شكل حراف سلوكي عند الكبر بقى لهالسبب يا أبو عجاج أنا رايد منك إنك تحكم ميزان العقل والرشاد وتوافق على إعادة كريمتكن لجوزة بقى شو قلت؟ يا اللي بتقوله إنه ضيقت اللي خلاقي بحديثك مع عدم المؤخزة مو مهم، المهم أنتوا وافقتوا على إعادة لك أخي لا وافقنا ولا بطخنا عجبك هيك؟ طيب شو السبب؟ هيك؟ حيوانة يعني أنا كنت عم أنفخ بقربة مقطوعة؟ لا والله وأنت صادق نفخ قلبي أنا السلام عليك الله معك وع سلامي فضل الله معك يا الله ليش هيك بابا صاير جلف كثير؟ أما أبعرف، ما أحد دعم يدري قناعه ولا أحد دعم يدري فوت لعه يا الله السلام عليكم وعليكم السلام والإكرام أهلي أبو رامي، تفضلوا وتفضلوا شكرا مستعجلين في عنا شغل بس في إنا طلب صغير عندك يا شيخي على عيني وراسي شو بتريدو أنا خدامكم؟ العافو يا سيبي مرت صانعي خالد حرداني عند أهلها وراح يصلها شهرين والمشكلة إنه عمه أبو عجاج معند وما عم يرضى يرجع له إياها وهذا شو بعد ما حاكى أكتر من شخص بس الزلمة رأسه يابس وعنيد كتير بقبركي حضرتك بتحكي معه وبتقنعه بأسلوبك الرحمني والصلح سيد الأحكام كما بيقولوا يا سيدي شغلتكم بسيطة بإذن الله أنا المسا بروح لعنده وبحكي معه لايك لكم فكري بتحب روح معك شيخي؟ لا لا ما في داعي أنا بروح لحالي الله يجزيك الخير ويدين فضلك علينا يا شيخنا اتطمّن سيد خالد حط رجلك وإديك بمي بارده إن شاء الله بيمشي لحال ما شربت أهوتك يا شيخي؟ حل عنا يا لا بدي شايك ولا بدي أهوتك استعنت عليك بالله حسب الله ونعم الوكيل يا الله معا بتوفر اللهم احفظ علي عقلي ودير ما بك يا ربي ثبت يقيني إني أخاف يوما عبوسا بكم طريرا طب منا شيخنا شو صار؟ لك شو شو صار؟ لك شو هالزلمة ها؟ أنا شفت ناس بحياتي بس أنشفوا أي بس من هيك عقل ما شفت؟ لك بتحاكي من الشرق بجاوبك من الغرب بتقول له يا أبني هذا ما بيجوز هذا حرام هذا ما بيصير بيقول لك أنا عقلي هيك؟ بقى يا سيد خالد أنا آسف دخيلك لا تآخذني ما طلع معي شيء بكل أحوالي كتر خيرك يا شيخ لو السلام عليكم اللهم احفظ عليها أشتري مني يا عمي؟ اشتري علي خلي لي يا أخي؟ أشتري علي خليلي أبراح أشتري علي أبراح يا الهوالبا كنتم لك ما بدي لا أعلاح ما بدي أشتري روحي لعنة بقى جميل ما صراحي بش يا شيلات لا إله إلا الله السلام عليكم عليكم السلام علي كرام علينا وسليم أهل الأبرامي كيفا كيفي عمل؟ قلت الحمدلله وأين أراضيك يا رجال؟ صلي بنتي ما شفتك والله نقلت نقلة خشب بالسيارة ولما وصلت إلى نيك صح لي نقلة ثانية الله فرجها الله أحطيك لحافية فضل فضل هيا أراسي شرر بسيدي شرر سلام عليكم عليكم السلام قد أتحلي معه؟ طبعا بدي أتحلي إيه ما لك شايف ننظري يا رجل المرة صارت تقرف مني إن أولاد ما حتحرفوني مانه �تري هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها شبه صانع خالف ضارف بوز متل عيجين ناين بالعشا تركو ابو سليم ناتيده عالقلبو موسكين عالقاني معه وعالشعرا خير شبه مرتو صلى حرداني شهرين وعمو معند ومين عمو بل زغراء أبو عجاج أبو عاجاج الديراني مع غيرو هو بذاته انت تعرفو يا أبو شليم اقول ما بعرف غيره أصبح دخيلك تساعد من موضوع يا بسليم يعني أخذنا له الأستاذ كان عام مدير البرسي والشيخ نعيم وأوراني والشيخ الحاهر وما أحد يعرف يحكي معه ويكون عمي رجعك بقى شوه لك؟ بسيطة خاليد بسيطة انت فضيح عليك وما هو سوى شغلتك ناكتب يا أهلا بسليم بس ماما بأس نحيك يا أبي ايه اشتغلي تسلمو دياتك شكرا نسلمو ايديك مين؟ فرصاص يخلع رابتك فتاع أولاده؟ يفضح حريشو أكيد هذا أبو سليم فت رجوع أنت وياها فتوا أوام ولك أهلين أهلين أبو سليم أهلين أهلا وسهلا مرحبا مرحبا أولا أهلا يا عمي وينك يا رجعون وينك؟ صار لي سنتين ما شفتك لك وين بدي يكون لك بغيل؟ كنت مسافر من بلد لبلد قصم بالله شتقتلك أقصم بالله العظيم شتقتلك حكياتك شوو شايفك سمنان؟ لك صاير مثل الخنزين اللي مواص اهلا الله عنا شو بدنا تساوي أبو سليم؟ مو بإيدي ولك يخرب بيتك شو بهيم إنك إي ما في كلمة تفضلو إلع ميضرب جاز عيونك ضرط العفو أبو سليم تفضل البيت بيتك وليش يك عم بتقول وشك أرفان متل صرصورة بنلوقا؟ لا مو مسئلة أرفان بس هذا هالتاس شو جابوا معاك؟ هلا كل هوا بلعلك وخدنا طريق إيه إذا هيك أهلا وسهلا تفضلوا تفضل تفضلوا أبي سليم تفضل شو تشرب؟ ما بدي يشرب شيء ليش بقى؟ هيك حيواني طيب شو زكرك فيه بعد كل المدين؟ لك يا خرب بيت قلبك شو مخك اسميك بس مو غريبة عليك مثل العادة يعني يدي أنظم يا بندوق قل لي شو بدك فيه؟ ليش أجدت لعندي؟ قولك يا أحمر يا جحش حدا بيخرب بيت بنته بييده مش على شغلة ناكتي لا تقول شغلة ناكتي هلا هادها الدبية اللي جنبي اقبر كلام مع بنتي الحم تسلع بدنك سلق شو قال لي يعني؟ قال لي أنت ما فيك عقل نلعي من وشي قولك يا كر المرة وجوزة بيصير بيناتهم أشكال وألوان إبقى شو كفر إذا قال لي نلعي من وشي إلا عما بعيونك ما أخباك فعلا أنك سرماية عتياء قولك يا أخي الباحي سماع هلا أنت عندك خلاقة ربي ولاد بنتك؟ لا والله يا أبو سليم ما لي خلاق مبارح كسروا لي الأرقيلة واليوم خلعوا حنفية المطبخ لا عما ما أنت يا ساك وش نوم متحملن عندك؟ هلا باختصار شو بدك يا أبو سليم؟ بدي خالد ياخد مرته ولاده يروحه وفهمان لك حيوان؟ فهمان؟ الله عليك يا أبو سليم شو حقيقتك الزراف؟ فهمان يا جحش فهمان؟ فوزيه؟ فوزيه؟ لك يا عفريتي؟ نعم بابا خذي الساعدين وروحي مع جوزك تدب لبيتكن يلا حلو عن سمانة أمرك بابا وين أنت؟ إياك أنك تسعى لها مرة تانية فهمها؟ فهمت يا عمي فهمت يا راكي شخصي وإنت التاني كمان بلك أنا خاطرك لأني مستعجي شرفت أبو سليم أهلين وسهلين الله معك خليني أشوفك يا تجنب بابا؟ نعم ست الحسن بدي أسألك سؤال بس خايفة تزعل مني لا أحكي ولا يهميك ما راح أزعل لماذا رجعت فوزيه لجوزة أول ما حكى معك أبو سليم وما رديت لا على الأستاذ كنعان ولا الشيخ نعيم ولا على أبو رامي ولك حبيبتي هذول الناس ما بيعرفوا يعكو أما أبو سليم إتسلم لي عينه على هلسان الحلو الدافية اللي عنده هذا اللي بيعرف يعكي فمتي يا حيواني إلك ها